شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بمدينة واشنطن حول مكافحة تنظيم داعش وحضره معالي السيد جو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هذا وقام سعادة السفير بريت مكجورك مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للتحالف الدولي بمحاربة داعش إجازا للجهود التي يقوم بها التحالف في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وأليات رفع مستويات التنسيق بين دول التحالف والتحركات المطلوبة لدحر هذا التنظيم والقضاء عليه وقد شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في كلمة ألقاها أمام الاجتماع على أن مواجهة داعش باتت ضرورة عالمية لا تحتمل أي تأجيل أو تباط أو تهاون بل تحتاج إلى تكاتف جميع الدول واجتماع كل الجهود وإلى العمل المشترك حتى يمكن القضاء على عصابات داعش الإجرامية بإيدولوجياتها المتطرفة وبأفكارها التكفيرية وممارساتها الوحشية التي لا تموت للدين ولا للإنسانية بصلة والتي وضعت العالم كله أمام معركة مصيرية وجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت توافعه ومبرراته وبتعاونها مع كافة الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء والداعي إلى العمل بكل قوة على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء على مصادره ومسبباته مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يساهم في مواجهة مختلف التهديدات الإقليمية والدولية الراهنة اشتركوا في القناة